من داخل بقر مجلس العزاء في الفقيد الشيخ إبراهيم بن أحمد العسكري صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله ويرحمه وأن يوسع مدخله وأن يسكنه في سيح جناته المعزية في هذا الفقيد في داخل مجلس العزاء عزاءنا للجميع لأسرة أل العسكري في محافظة رجال المعب أبن الفقيد الدكتور الخلف العسكري أسعد الله مساءك وأحسن الله عزائكم في والدكم ووالد الجميع العزاء لمحافظة رجال المعب بل لمنطقة عسير كافة أسأل الله سبحانه وتعالى يرحم شكرا لك دكتور شكرا لك أيضا من المستقبلين هذا العزاء الشيخ عبد الله العسكري أبن أخ الشيخ إبراهيم العسكري أحسن الله عزاكم وغفر الله الفقيد الشيخ عبد الله جزاك الله خير وغفر الله العم إبراهيم العسكري شيخ كبيرة بني عبد العوس رحمه الله رحمة الأبرار اللهم أمين وفقد على الجميع نسأل الله أن يتولى بواسع رحمته اللهم أمين وأني أغفر له وأني أرحمه اللهم أمين هذا حقه علينا اللهم أمين العزاء حقيقة لكافة بحفظة رجال المعب ما فيش فالكل يستقبل العزاء في هذا الفقيد الكبير العزاء للجميع مشائخ رجال المعب مشائخ منطقة عسير وقبل ذلك أبنائه وأقاربه أيضا من كبار مستقبليين العزاء في مجلس الشيخ إبراهيم العسكري النايب أحد نواب قبيلة بني عبد العوس النايب أحمد بدوي المعروف أسعد الله مساك وحسن الله عزاك في نفس الوقت عزاك الله خير كلنا معزين في فقيد الوقت الشيخ اللي خمسين سنة يصلح بين الناس ويجمع الناس صحيح ويكرم ومن حقه علينا أن نقف في عزاء حقيقة نقل ما يمكن لهذا الشخصي المعروف المسلمون بهذا العمل بهذا الجود بهذا الكرم بهذا الأسلاح أن نقف في عزاء حقيقة فإحسن الله عزانا وعزائكم وعزاء المحافظة ومنطقة عسير أن نقف في عزاء أن نقف في عزاء أن نقف في عزاء أن نقف في عزاء اللهم أمن ليس له منه إلا الدعاء اللهم أمن في هذه السعى المباركة نقف في العزاء شكرا لك سيد أحمد الله أمن بسم الله الرحمن الرحيم يا أن يدعو أن نفس المطمئنك يا أن يدعو أن نفس المطمئنك أن تضعي إلى ربك رضية مرضية فادخل في عبادي ودخل جنبتيت يا أني تظهر من تحسن المطمئن أنك رجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنبتي فادخلي في عبادي وادخلي جنبتي يا أني تظهر من تحسن المطمئن أنك رجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنبتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أني تظهر من تحسن المطمئن يا أني تظهر من تحسن المطمئن أنك رجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنبتي يا أني تظهر من تحسن المطمئن أنك رجعي إلى ربك رضية مرضية